العمل يتواصل من أجل ضخ المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية عشرات الشاحنات التي تنطلق من الأراضي المصرية عبر منفذ رفح البري لتصل إلى هنا إلى الداخل الفلسطيني وداخل هذه المنطقة التي يتم من خلالها تفريغ شاحنات المساعدات التي تحمل كميات كبيرة من المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية هنا وفي هذه المنطقة داخل الأراضي الفلسطينية عشرات الشاحنات التي انطلقت من بوابة منفذ رفح البري للجانب المصري تصطف الآن في انتظار تفريغ حمولات كل هذه الشاحنات والتي تجاوزت 150 شاحنة في هذا اليوم تحديدا وما زال العمل يستمر وما زالت عمليات تضفق المساعدات الإنسانية التي تحرص عليها الدولة المصرية بالتنصيق مع كل الأطراف المعنية مستمرة طوال ساعات اليوم نتحدث عن عشرات الشاحنات التي تنطلق وتتخذ إجراءات دخولها إلى الأراضي الفلسطينية وبالفعل تصل إلى هنا إلى هذه المنطقة في صورة تعبر عن استمرارية فتح معبر رفح البري من الجانب المصري واستمرار تضفق المساعدات التي تتم بالتنصيق ما بين الجانبين المصري والفلسطيني وأيضا كافة الأطراف المعنية التي تحرص الدولة المصرية في هذه الأثناء على تكثيف اتصالاتها من أجل ضخ مزيد من المساعدات الإنسانية وبالفعل كانت هذه الجهود كلها والاتصالات وتكثيف الجهود المصرية كل لت بنجاح من حيث زيادة أعداد الشاحنات التي وصلت إلى الأراضي الفلسطينية نتحدث عن أكثر من 150 شاحنة كل يوم تدخل إلى الأراضي الفلسطينية وكما ترون في هذا المشهد الذي يعبر عن استفاف عشرات الشاحنات من المساعدات الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية بالإضافة أيضا إلى دخول عشرات من المصابين والجرحة الذين ما زالوا يتوفدوا إلى الأراضي المصرية ويتم تقديم كافة الإسعافات الأولية لهم من خلال سيارات إسعاف وزارة الصحة المصرية وبعد ذلك يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية بالإضافة أيضا إلى استقبال معبر رفح البري الدائم لهذه العملية وهو استقبال مزدوجي الجنسية كل يوم يستقبل معبر رفح البري أكثر من 400 شخص وذلك بعدما تم التنصيق لهم من قبل الدولة المصرية وسفراتهم وقنصلياتهم إذا ما تحدثنا عن عملية المساعدات الإنسانية والتي نجحت جهود الدولة المصرية تنصيقا واتصالا مع عديد من دول العالم والأمم المتحدة أيضا في أن تتزايد أعداد الشاحنات العمل يستمر الليل مع النهار وعلى مدار الساعة من أجل ضخم زيد من المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء في فلسطين كلها إذن جهود تتعدد لما تقوم به الدولة المصرية لمحاولة التخفيف عن المعاناة التي يعاني منها سكان قطاع غزة في ظل حالات القصف المتواصل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأيضا الوضع الإنساني الكارثي الذي أصبح يعاني منه كثير من سكان قطاع غزة لذلك فالعمل داخل معبر رفح البري هنا من الجانب المصري لم يتوقف ولم يتأثر بأي شيء هناك عمليات كبيرة وتجهيزات كبيرة تقوم بها الدولة المصرية من أجل تجهيز دائم لضخ مزيد من المساعدات الإنسانية من الحدود المصرية الفلسطينية مصطفى عبد الفتاح هنا القاهرة عاصمة الخبر